وفي اجتماع آخر مع محافظ البنك المركزي ووزيري المالية وتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين أكد رئيس الوزراء وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لملف توفير السلع وإتاحتها للمواطنين وعضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه وخلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى الثالث والعشرين من الشهر تم الإفراج عن بضائع بقيمة نحو 5 مليارات دولار من الموانئ من إجمالي بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار موجودة بالموانئ منذ بدي أزمة تراكم البضائع